طيب ماتش بكرة إن شاء الله تم الاتفاق على كل التفاصيل وزي حتى ما فاروق قال لنا وإن شاء الله الأهلي لأنه حددكم عارفين المريخ السوداني بيلبس أحمر برضو واحد من أكبر الفرق السودانية والحقيقة يمكن أرقامه في الموسم ده في المنافسة ودي هنستعرضها بالتفصيل طبعا في فقرة الفيديو كونفرنس بتقول إنه فرق الحقيقة مقدمة سيزن محترم جدا هنروح لاتحاد الكرة ونقف مع شوية يعني مجموعة من التصريحات كده المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة السلسية المكلفة أو المعينة لإدارات اتحاد الكرة في الفترة الحالية ويمكن كان فيه مؤتمر صحفي النهاردة قال فيه عدد أو وقف عند عدد من النقاط المهمة جدا نتكلم طبعا على إنه اللجنة تقبلت كل النقط اللي وجه لها في الفترة الأخيرة وإنها بتتفهم طبعا رسائل وسائل الإعلام ويمكن تكلم على أو أرجع ظهور الغثار الجانبية على إدارة الكرة المصرية لفكرة إن هم كانوا مطالبين بسرعة العمل في اتحاد الكرة بدون أي فترة للتجهيز أو للتحضير وأكد إنه اللجنة بدأت العمل مباشرة بتولي مشكلة أو قضية منتخب الشباب طبعا وكل الملف والمشاكل اللي حصلت في تونس ومنتخب أيضا الكرة الشاطئية اللي كان برضو عنده مشكلات مشابهة حصل في حالات كورونا كانوا طبعا بيشاركوا في السعودية وأنهم قاموا بتعديل بعض المسابقات بقدر الإمكان قال كمان إنه الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو طلبت بمستحقات مالية وعند الصرف لم يكن هناك عقد يتم الصرف وفقا لي لم يكن في عقد بين الطرفين وقال إنه كان فيه جلسات مع الشركة علشان تصحح المشروع وأكد إنه لم يكن فيه أي نية إطلاقا لإلغاء تقنية الفار طبعا حضرتكم كنتم متابعين الفترة الفترة كان فيه كلام كتير إنه في نية من اتحاد الكرة لإلغاء تقنية الفار في الدوري المصري وقال إن الانتخابات اللي جاية للمجلس الجديد هتكون مدتها أربع سنين أو إقامة دورة أولمبية يعني أيهما أسبق في ده وكمان تمنى إنه هو يقدر يحقق ميدالية في الأولمبياد وإنه مش هيتأخره أبدا في تقديم الدعم للمنتخب الأولمبي طبعا أنا يعني اسمحي لي إذا كانينا نحن نعلق على المجموعة التصريحات لأنه هي تصريحات يمكن بتثير مجموعة من علامات الاستفحام المهمة جدا طبعا ملف منتخب الشباب وقع يمكن فتع عليها فترة طويلة جدا وكمفترض أنه بيتم التحقيق في كل وقع وسمع شاهدات لكل المسؤولين عن الملف من بداية من تحضير والتجهيز المنتخب في القاهرة قبل مسافر تونس وصولا لمرحلة استبعاده بعد إصابة طبعا عدد كبير جدا من لعبة منتخب الشباب وده الأمر اللي أدى لاستبعاد المنتخب من المنافسة على التأهل لبطولة إفريقيا مازال الملف مفتوح ورغم أن لغاية النهاردة ما فيش أي حاجة أو ما فيش أي تقدم أو متمش الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بكواليس اللي حصلت علامة الاستفاهم الأكبر بالنسبة لي هي التعاقد مع الشركة الأسبانية يعني حسب تصريحات الموانس أحمد مجاد بيقول أنه لما جم يصرفوا مستحقات الشركة اكتشفوا أنه ما فيش عقد أنا مش قادر أفهم يعني إيه يعني إيه أنا بكلم هنا مش بكلم على مسؤولية شخص أو مش بكلم على شخص بعينه أنا بكلم على مؤسسة مسؤولة عن إدارة الكرة المصرية مفترض أنها لما بتيجي تتفق على تنفيذ على أي أساس تم اختار الشركة الأسبانية إذا ما كانش فيه تعاقد وعلى أي أساس تم صرف المستحقات السابقة بالتأكيد كان فيه مقدمات تعاقد تم صرفها على أي أساس إذا ما كانش فيه أساساً عقد موجود في اتحاد الكرة كلها أسئلة الحقيقة منطقية جداً وننتظر لأنه كده الحقيقة نحن نتكلم دايماً على وده وجه دولة عامة عموماً مش بكلم بس على رياضة بكلم على مكافحة فساد وبكلم على الشفافية وأعتقد أن تصريحات الموانس أحمد مجاهد قد يساء فهمها أو قد تشير بأصابع الاتهام لمسؤولين سابقين في اتحاد الكرة أعتقد أن الموضوع ده محتاج مزيد من التوضيح ترجمة نانسي قنقر